وينضم إلينا من الجزائر مرسل الغد حسان جزائري حسان هذا هو أول حراك في الشارع الجزائري بعد دعوة رئيس الأركان بالأمس إلى أن يتم البدء في الإجراءات التنظيمية لانتخابات الرئاسية ما هي ملامح حراك اليوم؟ نعم شكرا منذ صباحة اليوم بدأ تجمع عدد من الطلبة بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة باستعدادا للمسيرة الثامنة والعشرين منذ انطلاق الحراك الشعبي حيث من المنتظر أن يتوجه الطلبة إلى ساحة البريد المركزي التجمع بدأ بهتفات مناهضة للحكومة الحالية وكذا تعبير عن رفض الانتخابات في الظروف الحالية مطالبين بإجراءات تهدئة ورحيل الحكومة الحالية حتى تكون الانتخابات حسب تعبيرهم جادة وفي مسعى حل الأزمة الحالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة